تتواصل حملة الإغاثة البحرينية لجمع التبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا وتسبب بأضرار جسيمة على الأفراد والبنية التحتية حيث وصل مجموعة التبرعات إلى أكثر من 3.743.000 دولار وكانت وزارة الإعلام قد نفذت بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملة وطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا وقدم البحرينيون في الحملة التي جاءت بعنوان يوم التضامن أروع صور الفزع والتضامن مع الأشقاء في سوريا وتركيا المتضررين من الزلزال وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قد أكد على حرص المؤسسة على تقديم المساعدات الدائمة لبناء الإنسان والأرض والتي لها استمرارية في المنفعة وتنمية الإنسان شكرا شكرا